طب الأول راضي فعلا الناس طبعا راضي فعلا الناس عارف انت لما تجيبي تفرجي علاماتش كرة والكرة ما تطلعش جون تطلع قاوت فتلاقي كده عارفها اللي هو ايه ده قالها في المايك هو ما قالهاش كواليس طب هو قال لي في المايك أهلا زاكا حبيبي يعني انت لو ملحن جديد مش هتسلم عليك كده طب حد وصل لك مثلا في الكواليس ان عمر دي يبزع لان منك خالص انا اعتمر حسين المشاعر صاحبي هو جدا وهو بيشتعل مع عمر برضو وكلمني بعدها بيبين قال لي ما زعلش منه هو مش قصده هو أصله كان تعبان واخد يعني قال كلام بيش اختنعتش بيه الحقيقة واخد ايه انت بيوتك يعني وتعبان وعنده برضو يعني ده انا بحبه ازاي تقول كده ساعة يكون تعبان مجهد لا بس بسي اصل السلام ده الناس كلمت عنه الناس كلمت عنه يعني انت حسس ان ده مقصود يعني ما عرفش انا ما عرفش طب ما سألتوش لي انا اللي حسيت وعملته ما سألتوش لي سألتو ازاي يعني ليه ما كلمتوش قلت له انت زعلان مني في حاجة لو انتو علاقتكو كويسة ولو انت بتحبه قوي كده لا 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 كلموش كلموا ليه وقالو بصي لو انت خايف على علاقتك بي لا انا مش خايف انا دلوقتي دلوقتي اللي حلقتي بيه تغيرت خالص لأ قبل كده انت كنت بتحبه جدا والحاد بقيت بيحبه جدا ما عنديش مشكلة معايا في حب دي اللي بيحب حد بي انا ما عرفش اغير حبي يعني عايز اقولك على حاجة الولد اللي ما كانش معايا في مشكلتي ده هو مات بالنسبة لي بس انا ما بكرهوش مثلا عمري دي عمري في حياتي علاقتي بيه يعني كحب كفنان مش هتتغير لكن علاقتي الشخصية بيه لحتة الاحترام دي كنت بحب فيه ايه انا انو لما بيشوفني بيقوم يسلم علي بكل احترام هو ده اللي انا بستنيه منه هحس بحاجة تانية عمري ما هسلم عليه تاني احنا فنانين كلنا ونحترم بعض وكل واحد عارف اصالة اصالة دي مطربة قليلة لا طبعا مش مطربة قليلة خالص يعني المطربة الرقم واحد في الوقت انا عرض انا بشوفها كده من احلى الاصوت والنجم رقم واحد من احلى صوت طبعا انتي مشوفيش اصالة لما بخش بيتها بتعمل معي ايه بلاش اصالة كل ناس اي مطرب في الوطن العربي طب بس انا برضو لي مش مصدق ان انت مسميتش الالبوم بتاعه لانه كنت متدقم بقولك انا الموضوع ده قفلني جدا بص يا صمر انا اكتر حاجة لان انا محترم جدا مع الناس جدا فوق ما انتي متخيلة انتي عرفاني اه كويس بس متعرفيش الداخليات دي انا لما بقابل حق انا في زميلي بتاعت تقولي هو انت بتتكلم عنه قوي ليه كده والله انت بتتكلم عنه قوي ليه كده لما تتكلم عنه قوي كده بتفضل طلع عمرك وراه بصي في فكرة لا اصحابك اه من الوسط اللي هو الفنانين يعني اه لا اه مين قالك كده انت لما تتكلم هو محمد رمضان لما بيطلع اتكلم في برامج على الله الرحمن والنجم الكبير الاسطورة احمد زكي هو كان وراه بقى وراه بلاكس ده هو عشان محترم وبيقدر فنانكي بيه زي احمد زكي وزي عادل امامه بقى فنان محترم بقى فنان مهم ده دي اجيال الهضب بجد يعني عمر الدياب هو في حتة تانية بزبط سنن وتاريخ يعني قيمة ونجاحات كتير وفي العالم انا عايز اقولك الماخف بتاع السلام ده انا تكسفتله اصلا من كتر يعني من انا بحبه حسيت ان هو يعني السلام ده الناس استغربت انت عملت كده ليه ليه هو في حاجة هو مدائك في حاجة وانا عمري ولا دائته ولا مثلا بعمل حاجات اللي انت عارفها بتاعت الفنانين لا خالص انا مش في الحتة دي خالص اتمنى ان هو يكون سوق تفاهم لانه ممكن يكون فعلا زي مع صديقك قالك انه ممكن يكون مجهد ممكن يكون تعبان فيه اي سبب بدليل ان انت نفسك بتقول ان هو عمره ما عمل كده معك ده عمره عمره وممكن تكون انت دلوقتي بقي تحساس شوية بعد المحنة برضو فبقيت بتستقبل الامور بشكل مختلف انا حسست العمر يا سامر على فكرة لا اكيد بس طبعا انت فنان ودايما الفنانين بتبقى يعني حساسين اكتر بس دلوقتي ممكن تكون حساسيتك زادت شوية فممكن تكون فاهم غلط يا ممكن تكون لا اصلا انا بالذات الفكرة في ايه انه انا بالذات رامي صابري الاسم ده تحديدا معاك انت ما ينفعش عم معاك ده خالص لانه انا تسألت اسئلة زمان كان ممكن ارد رد على فكرة بس يا سامر في الميديا في الاعلام عندنا المطرب او الموصل او اي حد في شغلنا لو هو عاوز يتشهر اكتر يشتم الناس اللي قدامه ودي حاجة معروفة يعني للناس لما كنت بتسأل انت اهم من عمر دياب كان ممكن اقول اه انا اهم من عمر دياب وفي ثلاث ايام حبقى اشهر واحد في الوطن العربي في السوشيال ميديا ولو قلت دلوقتي ان انا اهم من عمر دياب حبقى اهم واحد في السوشيال ميديا صح؟ لكن انا عمري في حياتي ما خدت الطريق ده لانه شفته انه طريق فيه فيه يعني عدم اخلاق وعدم تربية وعدم تقدير وعدم فهم وعدم زكاء وعدم كل حاجة حاجة مؤقتة لانك انت حتتشارك في السوشيال ميديا بزبط بس انت عمرك ما حتب عمر دياب